صباح الخير يا أطفال كيف حالكم؟ سنتعرى من يوم قصة الخضار والفاكهة أين نستمع إليها؟ ذهب جاد ولينا مع والديهما إلى السوق لشراء الفاكهة والخضار اختار جاد الليمون والتفاح والموز اختارت لينا الخيار والبندورة والبطاطا فرحت الأم بما اختاره الأولاد لأن تناول الفاكهة والخضار ضروري للنمو السليم تمارين حول القصة إلى أين ذهب جاد ولينا؟ إلى أين ذهب جاد ولينا؟ هل ذهبوا إلى الحديقة؟ كلا ذهبوا إلى السوق ذهبوا إلى السوق ماذا اختار جاد؟ جاد اختار الفواكه بندورة كلا بندورة من الخضار بطاطا كلا حامود كلا تفاح؟ نعم تفاح في سلة جاد ليمون؟ نعم لموز؟ نعم ماذا اختارت لينا؟ اختارت الخضار هل الموز من الخضار؟ كلا الموز من الفواكه البطيخ أيضا من فواكه البطاطا خضار نضعها في سلات لينا البندورة أيضا من الخضار نضعها في سلات لينا الخيار أيضا من الخضار نضعه في سلات لينا اختار الخضار فقط وضعها في السلة سنضعه داخل السلة فقط الخضار التفاح كلا التفاح من الفواكه الجزر نعم سنضعه داخل السلة الخاس أيضا من الخضار الخضار سنضعه داخل السلة الخيار أيضا من الخضار هل الموز من الخضار؟ كلا الموز من الفواكه حورة الدخيل في كل مجموعة العنب فواكه التفاح فواكه الأناناس فواكه البطيخ فواكه الجبنة هل هي من الفواكه؟ كلا سنحوق الجبنة لأنها دخيلة على المجموعة الخاس خضار الخيار خضار بنا دور خضار الفريز هل هي خضار؟ كلا هي فواكه سنحوقها لأنها دخلت إلى مجموعة الخضار وهي من الفواكه دع الصورة في المكان المناسب موزة سنضعه مقابل الموزة موزة أين الموزة؟ هذه الموزة نضعها مقابل الموزة تفاحة تفاحة سنضع الخضار في مستطيل الخضار مع لينا ونضع الفاكهة بمستطيل الفاكهة مع جاد هيا بي البطاطا هل نضعها مع الفاكهة؟ لاحظوا هي لا تقبل أن تكون مع جاد نضعها مع لينا برافو الليمون البندورة كلا البندورة من الخضار الخيار كلا الخيار من الخضار نضعها مع الخضار التفاح من الفاكهة والموزينا وفاكهة شكرا 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 شكرا